مساء الخير على كل مشاهدي ومطبعي قناة الأهلي في كل مكان حلقة جديدة من برنامج التريند قبل أي شيء خالص العزاء للإخوة المسيحيين في ضحايا كنيسة أبو سفين النهاردة في الحادث الأليم اللي وقع في الحقيقة ويعمل نشاطرهم كل الأحزان وإن شاء الله بإذن الله تكون آخر الأحزان في خالص التعازي لكل الإخوة المسيحيين وطبعاً النهاردة النادي الأهلي نعى ضحايا كنيسة الشهيد أبو سفين وبالمناسبة كمان الأهلي حيرتدي شراط سوداء أمام مصر مقصة حداداً على ضحايا الكنيسة والنهاردة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة عضاء مجلس الإدارة زي ما حراركم شايفين الناعي بتاع النادي الأهلي النهاردة وقطعات النادي الإدارية ورياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى ضحايا كنيسة الشهيد موركوريوس أبي سفين وإذ يعرف النادي الأهلي عن ألم العميق لهذا الحادث الجلل الذي أوجع كله بالمصريين وأدمها ويتقدم بخالص التعازي والمسائلة كل الإخوة المسيحيين دعينا الله أن يلهم أهالي الضحايا الصبر والسلوان ربنا نصبرهم يا رب وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظ بلادنا وينعم عليها بالسلام والرخاء زي ما قلت رحل لكم النهاردة الأهلي حيرتدي كمان شعرات سوداء بخصوص هذه المناسبة الحزينة لكل المصريين تمام خلينا نتكلم على يعني النهاردة حلقة مهمة عندنا فيها أخبار كتير بالتحديد كواليس ما قبل مباراة اليوم ما بين الأهلي ومقصة في بطولة كاس مصر مباراة أكيد مهمة بطولة كمان مهمة بالنسبة للنادي الأهلي وأهم بالنسبة لجماهيره اللي تنتظر لقب بعد الفترة اللي فاتت اللي كانت صعبة شوية على الفرقة وصعبة شوية على جماهير النادي الأهلي فالاستعدادات قوية لهذه المباراة في نفس الوقت بعد يعني قرار النادي بالأمس فيه أو بيه المشاركة في بطولة كاس مصر وبالتبعية كمان بطولة السوبر بعد خطاب التحاد المصري لكرة القدم اللي وصل للنادي الأهلي واللي أكد فيه على تنفيذ كل طلبات النادي الأهلي وبالمناسبة الطلبات بتتنفذ لحد النهاردة ودي جزئية مهمة حنتكلم فيها يعني لأن البعض بيحاول ياخد جمهور الأهلي لسكة مختلفة فالتوضحات دي بتكون مهمة جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي من خلال شاشة قناة نادي ومن نهاردة عندنا كمان تفاصيل في الشق العالمي والجانب أيضا المحلي لكن ننتظر دايما تواصل حراركم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم وهو بخصوص مباراة الأهلي والمقصة وتوقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي في هذه المباراة تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك، تويتر وإنستجرام وكالعادة سناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من حلقة التريند النهاردة طيب البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العنوين تعالوا نشوف في تريند الأهلي الفريق يواجه المقصة الليلة في كأس مصر بالتوفيق إن شاء الله وفي التريند المحلي استقالت السيد مراد المشرف على لجنة تقنية الفار وأخيراً اتحاد القرى يعلن اليوم التشكيل النهائي لجهازي المنتخب الأول والأولمبي طيب النهاردة في عدد من المباريات في مختلف البطولات خلينا نبتدي ببطولة كأس مصر في مطش الساعة 7 ما بين منتخب السويس اللي أقصى وطلق على الجيش من البطولة دي بطولة كأس مصر حيلعب سموحها مباراة هتكون صعبة هتقول لي منتخب السويس في درجة تانية أو أين كان لكن سموحها فرقة كبيرة كلام من ده في كأس مصر مفيش كلام ده خالص فأي بطولات خروج المغلوب ما توقع أي شيء يعني فمباراة أكيد هتكون صعبة خصوصاً زي ما قلت لكم منتخب السويس ده طلع طلع الجيش اللي ماشي بشكل ممتاز قوي قوي مع كابتن طرق العشر الساعة 8 كمال هتكون مباراة الأهلي والمقص مباراة مهمة جداً لنادي الأهلي ومقصة هبط بشكل رسمي للقسم التاني لكن في نفس الوقت برضو مباراة كاس لازم الأهلي يكون مركز جداً لازم الأهلي يكون عارف أن في مفاجآت كتيرة جداً الله لا يقدر ممكن تحصل من خلال مباراة اليوم بالنسبة لنادي الأهلي فالتركيز هو السلاح الأساسي والرئيسي في مباراة اليوم أمام المقصة فإن شاء الله الأهلي يكون موفق الماضي سيكون الساعة 8 على الساب الأهلي والسلام بخصوص مباراة الدوري الإنجليزي فالنهار ده في ماضيين استكمالاً للجولة الثانية من هذه البطولة المصيرة نوتينجهام فورست لاعب وستام ومباراة انتهت بفوز نوتينجهام فورست بنتيجة 1-0 وستام بيبتدي بداية سيئة هذا الموسم عكس الموسم الماضي الساعة 5 ونص مباراة تشيلسي وتوتنام مباراة مهمة جداً ومقاطش قوي وبأعتقد أنها ده قمة الجولة الثانية ده مباراة الدوري الإنجليزي تعالوا نشوف مباراة الدوري الإسباني النهاردة قادش مع ريال سوسيداد بالينسيا مع جيرونا الساعة 7 ونص قادش وراء سوسيداد الساعة 5 ونص وساعة 10 بليل ألميريا مع ريال مادريد في مستهل مشوار ريال مادريد للحفاظ على بطوري الدوري الإسباني وبالمناسبة مباراة في ظل تواجد التشكيل الجديدة وليفندوسكي ورافينة برشلونا تعادل سلبياً مع ريوف اللي كانوا في المباراة كان فيها فرص من الجانبين وفي اعتقاد الشخصي كانت الفرص أصعب وأقوى بالنسبة لفريق ريوف اللي كانوا حتى لو كانت قليلة لكن كانت فرص حقيقية لإحراز الأهداف يعني بداية مش جيدة بالنسبة لبرشلونا لكن لسه بدري طبعاً على بطولة الدوري مباراة اليوم في الدوري الإيطالي لاتسيو مع بلونيا الساعة 6 ونص في نفس التوقيت فيورنتينا مع كريمونويزي والساعة 10 إلا ربع سبيزيا مع إمبلي وساليرينيتانا مع روما في نفس التوقيت برضو دي مباراة اليوم في الدوري الإيطالي كمان طيب دي أهم وأبرز المباريات في مختلف الدوريات خلينا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل وعندها تفاصيل مهمة جداً فستنون يا الله أهلاً بحضراتكم مرة تانية مباراة أكيد مهمة بالنسبة للنادي الأهلي في دور الستاشر وبطولة كاس مصر بطولة أكيد غاية في الأهمية وإن شاء الله بإذن الله الأهلي يكون موفق فيها ومنتظرين اللقب في كل الأحوال أين كانت إيه الظروف خلال الفترة الحالية ظروف أكيد يعني ممكن تكون متأتعلق ب يعني عدم استقرار في الجوانب الفنية لسه في لعبين شباب يلعبوا يعني مرحلة صعبة شوية على النادي الأهلي إن شاء الله يخرج منها بشكل جيد وكانت بشوف أن بداية انطلاقة الأهلي المميزة هي مباراة الاتحاد السكندري اللي الأهلي فاز فيها بنتيجة 3-0 وبعدين قدر نفوز على مصر بنتيجة 2-0 وبيستعد مباراة اليوم كمان أمام مقصة في دور خلينا نروح لزميلنا العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي من فندق إقامة النادي الأهلي قبل مباراة اليوم كريم مساء الخير مساء الخير عليك طبعا زميل العزيز أمير الشام كل التحيي لكم وكل مشاهدين وكل متابعة قناة الأهلي في كل مكان في البداية طبعا أمير طبعا لابد أن نتقدم ونتوجه بخالص التعايز طبعا للأسر البحايا الأبرياء في حادث حريق قنيسة المنيرة بيئة الجيزة دعين المولى عز وجل إن شاء الله أن يلهم دويهم الصبر وسلوان وأيضا كمان إن شاء الله يشفي كل المصابين في البداية طبعا نحن نتوجه بخالص العزاء لكل الأسر ومنها ليه مباراة اليوم بقى النهاردة والتحدي الجديد والصعب جدا في بطول التكأس مصر وبعد القرار الأخير لمجلس دارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب على العودة من جديد في مشاركة في بطول التكأس مصر بعد طبعا الوعود والحديث طبعا اللي دارت بين الاتحاد المصري والنادي الأهلي بالتعديل والظلم التعرض له النادي الأهلي خلال الفترة الماضية مش وعود يا كريم هي تأكيدات تأكيدات لنخلي بالك فيه فرق كبير جدا من بين الوعود والتأكيدات والقرارات اللي اتخذت بشكل رسمي بتغيرات موجودة داخل لجنة الحكام في الاتحاد الكرة وده لصالح الكرة المصرية يا جماعة بالمناسبة مش لصالح النادي الأهلي بس أي واحد عايز تطوير في الحكام في مصر أو في المنظومة نفسها بالتأكيد لازم حيبقى مبسوط من قرارات زي كده اللي مش حيبقى مبسوط هو حر براحته لكن دي حاجة في إطار تطوير منظومة التحكيم داخل مصر تفضل يا كريم بالتأكيد طبعا يا أمير ويمكن كمان مع منظومة التحكيم جدول المباريات والتلاحم والضغط أمور عديدة جدا الحقيقة الأهلي بيطالب بيها وحق مشروع لمجلس إطارة النادي الأهلي والمردود الحقيقة يعني بمؤشر إيجابي أما بنشوف بعض القرارات من الاتحاد المصري هي طلبات مشروع لجهاز طبعا الجهاز الفني والكابتن محمود الخطيب والمجلس إطارة بالكامل فبنشوف بعض المؤشرات يعني تدينا بقدرة أمل إن شاء الله أن نحن منتظرين القادم بإذن الله يكون أفضل مما مضى على النادي الأهلي لو بنرجع بقى لمباراة اليوم مباراة اليوم طبعا مباراة صعبة جدا وتحدي كبير وصعب الحقيقة على شباب النادي الأهلي رغم الأداء الرائعة والمميز وتحملهم من مسؤولات كبيرة جدا في المباريتين طبعا مباراة الاتحاد أيضا الأخيرة المباريتين طبعا اللي كانوا في استاد برج العرب ادونا أمل كبير جدا ومؤشر كبير جدا أني قطع النادي الأهلي وقطع نشقي بننادي الأهلي بخير لعيبة النادي الأهلي بتتحمل المسؤولية ويمكن كمان لابد أن نحن نوجه الشكرة الت todير الحياة لكابتن خلت بيبو رأيه اسقط أن نشقيين اللي على تواصل مستمر الحياة مع كل اللعبين الصعادين اللي بشاركوا مع النادي الأهلي دوره مهم جدا لأن أنت عارف كابتن خلت بيبو من شخصيات اللي عارفة قيمة النادي الأهلي وعرفة روح الفنال الحامرة وعرفة يعني إن اللعيب يكون متواجد في هذا التوقيت لاعب ناشي لابد يكون مردوده كبير فالحقيقة تواصله معه في شكل مستمر وأيضاً كمان الجزء الكبير جداً اللي بيوم به اللعبين الكبار لابد إن احنا نحايا طبعاً علي لطفي وربيعة ومحمد هاني ياسر كل اللعيبة الكبار لأنها واخدى بإيد اللعيبة الصغيرين بتحاول إنها تدخلهم على طول إن أنت عارف الفترة صعبة جداً والضغط كبير جداً على هؤلاء اللعبين فدي الإشارة اللي احنا بنشوفها وده اللي احنا بنلمسه مع العيبة النادي الأهلي علي لطفي ودوره المميز ربيع على حقيقة كابتن فريق للنادي الأهلي بأداءه وإخلاصه الكبير اللي بنشوفه فيمكن الحمد لله يعني ربنا يوفق العيبة النادي الأهلي خلال مرحلة القادمة مباراة اليوم مباراة النوك آوت مباراة الخروج مباراة الكاس فيها مفاجآت كثيرة جداً فبتتطلب مجهود أكبر وتحضير فني أكثر رغم الضغوط الرجل بيحاول أن هو يصلح الأخطاء بيحاول يعمل ريكافري بيحاول يحفظ جمل طبعاً مستر ريكاردو سورشة المدير الفني لكن برضو في صعوبة بلغة أمير لأن التلاحهم كبير جداً وبتطلع بدوافع كبيرة من بطولة الدور العام لمباراة كاس محتاجة ترتيبة ومحتاجة أيضاً كمان جهازية لكل اللعبين سواء اللي على ديكة البودلاء أو الـ 11 اللي بيكونوا متواجدين فإن شاء الله بإذن الله كل المجهود والمناخ اللي بوزل خلال الأيام الماضية من الجهاز الفني والتحضيرات الخاصة المحاضرات الفنية والمحاضرات أيضاً كمان التحفزية من الكاتل سيد عبد الحفيز كل الأمور دي إن شاء الله لاستمرارية إحنا بنطالب لعبتنا بنطالب الشباب النادي الأهلي بالاستمرارية تمشي على نفس النهج تمشي على نفس القوة على نفس التركيز إن شاء الله بإذن الله نقدر إن احنا نتخطى دور أه 16 من بطولة كأس مصر إصاباتنا طبعاً يعني أبرزها بيرسيتاو يمكن الكل طبعاً نتكلم على بيرسيتاو وعلى إصابة بيرسيتاو هو غايب ليه النهاردة يعني من خلال التصريحات الخاصة من رئيس الجهاز الطبي الدكتور أحمد وعابلة يعني هو إجهاد عضلي لبيرسيتاو مش يقدر أقولك طبعاً يعني يعني ممكن يكون متواجد في تدريب الغد أو بعد غد لكن النهاردة هو الرجل ريحه لجهاز الطبي من التدريبات تدريب الأمس يمكن تريح فيه وايضا كمان النهاردة الماضي مش متواجد لكن عندنا ممكن ان شاء الله بإذن الله مؤشر انه يكون متواجد فيه تدريب الغد بإذن الله ومنها ليه المباريقة القادمة كل اللعيبة طبعا احنا بنتمنى اللعيبة العادة من الاصابة كوكا يبقى موجود عبدالقادر موجود لكن فيه تحافظ كبير جدا لان انت عارف الضغط كبير والتلاحهم كبير فمش عايزين لاعب يرجع نفخده من جديد لان لسه عندنا مشوار كبير جدا فان شاء الله بإذن الله توليف القائمة المتواجدة مع مستر ريكاردوس وارش يقدر انه يختار 11 يمثلوا النادي الالي في هذه المباراة بروحوا شخصية النادي الاهلي وايضا كمان بإذن الله كل اللي يكونوا على دكة البدلاء تكون أوراق ربيحة ان شاء الله يقدر استفيد بها على مدار التسعين دي طيب كريمة وخلاص ناس أهل من ثلاث ساعات على انطلاق اللقاء قولي ايه اللي بيحصل دلوقتي داخل فندوق الإقامة برنامج الفريق في الساعات دي والساعات الحالية بالتحديد وانت متواجد يحكي لنا الأمور ماشية ازاي يعني هادر أقول لك يعني ستة لتلت ان شاء الله هتكون المحاضرة الفنية الأخيرة للجهاز الفني مستر ريكاردوس وارش هنا في فندوق الإقامة ستة ان شاء الله نتحرك النادي الالي الستاذ الالي والسلامي يعني المحاضرة ممكن تستورك 20 أو 25 دقيقة الرجل بيأكد على حاجات بسيطة جدا فيها المحاضرة وهي طبعا التشكيل الجوانب الخططية الجمل اللي تطبق ان شاء الله في هذه المباراة كرة السابت هنعمل فيها ايه تنظيم المباراة 90 دقيقة كل الأمور دراري اللي بيناقشة فيها المحاضرة الفنية وستة ان شاء الله يتحرك فريق النادي الالي على أن يصل قبل المباراة بساعة ونصف طبعا كالبروتوكول المعتاد بيألتحاد المصري ان شاء الله بإذن الله كل التوفيق للنادي الالي في المباراة اليوم محتاجين هذه المباراة بشكل كبير جدا لان بطولة الكأس مختلفة بشكل كبير عن بطولة الدوري فمحتاجين ان شاء الله بإذن الله لعبتنا كالعادة كرة الجالة ونقدر نتخطى هذه المباراة يا أمير وهي نقطة مهمة انتكلمت على بطولة الكأس يا كريم وأكيد بيبقى فيها كمان مفاجآت كتير فيعني طب من جمهور الأهل على إدراق لعب النادي الأهل الجزئية زي دي فبالتالي أكيد حيكون فيه تركيز كبير جدا من لعبين انت برضو موجود هناك الكلام بين اللاعبين وبعضهم ايه حتى لو فريق مصر مقصة ده هابط بشكل رسمي للدرجة التانية حتى لو حي يعني حنشوف بعض اللاعبين الشباب النهاردة فريق برضو مصر مقصة كل الأمور دي ممكن تدي مثلا نوع من أنواع الاتمئنان عند اللاعبين نفسهم قبل اللقاء فعايزين نطامن على الجزئية دي بالتحديد يعني يعني قدر أقولك أمير لو هنطامن الجمهور لأه الجمهور هو اللي بيطامن اللاعب الحقيقة الرسالة المهمة جدا واللي احنا شفناها في مباراة برج العرب والمؤذرة والتشجيع والهتاف لكل اللاعب الحقيقة ومطلبتهم بالالتصار وبالقوة وكل الأمور دي شفناها في المدارة 90 دقيقة جمهور النادي الأهلي بيشجع فقط لغير وبيدعم العاية النادي الأهلي المؤشر ده إجابي جدا لأن اللاعب شايلة يعني حملة كبير جدا كل اللاعب الشباب مضغوطة بشكل كبير جدا عرف أهمية المرحلة وعرف أهمية البطولة بطولة كأس المصر إن هي تستكن بطولة الدورة العام بانتصار لكل المباريات بالأداء المميز اللي نحن بنشوفه بالتوفيق اللاعب الشباب فيه توفيق كمان مع اللاعب الشباب وده أمر مهم جدا مهما كان اللاعب بيحاول أنه يبزل ما في وسعه لكن ممكن التوفيق يغيب عنه فالحمد لله ممكن عندنا التوفيق مع بعض اللاعبه ده أمر مهم جدا لا في فندو اللقمة من اللي احنا شايفينه أميره اللي احنا نمسينه لعيبة الكبار ليه دور كبير جدا لعيبة الصغرين عرفة المرحلة وعرفة أهمية هذه المباراة وعرفة أن فيه جمهور كبير جدا بينتظر ويتابع وبيشوف اللاعب الشباب هتعمل إيه هتقدي إيه النهاردة هتلعب بقوة إزاي هل هتمشي على نفس النهج ولا هيكون فيه تقصير من بعض اللاعبين كل اللاعبه دي اللي موجودة في معسكر فريقنادي القالي وكل المجموعة المتواجدة عرفة أن المرحلة مهمة جدا فيمكن ده اللي بنأكد عليه ابزل كل ما في وسعك من قوة توفيه ربنا يكون معاك أي أمور تانية لا خلاص أنت بتتركع ربنا صحانه وتعالى لكن انزل الجهاز الفني أكد عليه تنفذه في الملعب كل اللاعبه بتتكلم على هذا الأمر بطولة الكاس إن شاء الله مهمة جدا جمهور النادي الأهلي ورانا جمهور النادي الأهلي واعي بشكل بير جدا وأهم عنصر في هذه المرحلة وأهم سند ودعم في هذه المرحلة هو جمهور النادي الأهلي مع هؤلاء الشباب لما بينادي جمهور النادي الأهلي عليهم مش هادر أقول لك أمير يعني السعادة والقوة الكبيرة اللي بيستمدهم من جمهور النادي الأهلي اللاعبين الشباب بتكون إزاي في أرض الملعب وده اللي احنا شفناه ولما سناه فيه المباراتين المضيطين إن شاء الله بإذن لكم مبارات اليوم جمهور كالعادة يقازر ويساند ولعيبا إن شاء الله بإذن الله تصنع البهجة والسعادة على كل جمهور النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي كمعانا من مقر إقامة الفريق قبل انطلاق مباراة اليوم بحوالي 3 ساعات إلى ربع اللي نقول للتفاصيل التي تتعلق بالفرقة والاستعدادات الأخيرة قبل التحرك ليخود هذا اللقاء أمام مصر مقصة في دور 16 متويت كاس مصر ساعة 8 على السادة الأهلي والسلام كل التوفير للنادي الأهلي أروح لفاصل بعد الفاصل لست عندها تفاصيل كتير جدا مهمة فاستمر طيب خليني أفكركم بقائمة النادي الأهلي مباراة اليوم في حراسة المرمى علي لطفي مصطفى شبير حمزة علاء في خط الدفاع الربيعة محمود متولي محمد عبد المنعم ومحمد نصير كريم فؤاد اللي بيعود للقائمة محمد هاني محمد شرقية محمد أشرف في خط الوسط أليو ديانج محمد فخري أحمد عبد النبي ميدو نبيل محمد محمود زياد طارق لويس ميكي سوني وفي خط الهجوم كل من صلاح محسن حسام حسن وأحمد السيد غريب دي قائمة النادي الأهلي يختارها سوارش لمباراة اليوم إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في المقابل خليني أقول لحضراتكم طاقم الحكام لهذه المباراة حكم ساحة الكابتن وائل فرحان أعتقد أول مباراة ديرها للنادي الأهلي هذا الموسم في اعتقاد الشخص كحكم ساحة تحديدا حكم مساعد وائل شعبان حكم مساعد رضا جبر حكم رابع محمد التابعي حكم فيديو مصطفى عثمان مساعد حكم فيديو حمادة القلاوي ده طاقم التحكيم أيضا نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في ظل مرحلة مهمة وبمناسبة طاقم التحكيم فالنهاردة أو بالتحديد خلال آخر 48 ساعة تغيرات كثيرة جدا بتحصل في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم في إطار تطوير هذه المنظومة اللي شهدت عدد من الأخطاء الكارثية على مدار فترة كبيرة جدا فاتت تأثر بها النادي الأهلي وتأثر بها الكثير من الأندية في الدوري المصري لكن الأكثر تأثرا هو النادي الأهلي ده أمر مؤكد بسبب أهداف حقيقة لغت بسبب أخطاء كتير جدا كانت وضحة ومؤثرة في مختلف المبارد بالنسبة لنادي الأهلي فبالتالي خطوات اتخذت الخطوات دي اتخذت إمتى؟ عشان ده سؤال مهم ولازم الناس تبقى فاهمها الخطوات دي اتخذت بعد قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي وبعد طلباته اللي طالب بيها بشكل مباشر من اتحاد الكرة اللي قال فيها يا جماعة احنا عايزين نشيل لجنة الحكام وعايزين نحقق مع محمود عشور كأنتوا يعني يتحققوا كالمسؤولين في اتحاد الكرة وتقول لنا النتائج دي وبناء عليه الأهلي كان قيل لك إيه قيل لك لو دول ما تنفذوش يا جماعة فأنا ليه الحق بقى أنا مشاركش في أي بطولة تخص اتحاد الكرة بالتحديد يعني بطولة كاس مصر وبطولة السوبر فالأهلي شايف ندعى حقه والتحاد نفسه أقر بقى حقية النادي الأهلي إزاي بعد ما أرسل مبارح خطاب رسم للنادي قال لهم يا جماعة احنا فعلا خلاص زي ما انتم عرفتوا لجنة الحكام مشلنا الكابتن عصام عبد الفتاح المرحلة كانت صعبة جدا على الكرة المصرية وجبنا كلاتنبرج تمام في نفس الوقت في تحيين مع محضو عشور بس احنا مش هينفع نقول نتائج التحقيق تبقى للليحة اللي احنا بنمشي بها داخل الاتحاد والمتعرف عليه داخل الاتحاد دايما اي عقوبة على اي حكم ما بيتمش الاعلان عنها لكن خلينا نقول لحضراتكم وزي ما قلت لكم انبارح ساعة بالتحديد ده مخرج الخطاب للنادي الأهلي من الاتحاد الكرة قلت لكم ان ترقبوا عدم تواجد الكابتن محمود عشور في اي مباراة بالتحديد خلال الفترة المقبلة الاسبعين اللي جايين لا كاس ولا دوري نتيجة للخطأ الكارسي اللي حصل سواء بقى الكابتن محمود عشور هو سبب فيه الناس بتوع الكاميرات ايا كان مين سواء خطأ كارسي حصل بإلغاء هدف برسي توفي موراة فرقه فلازم كان يبقى فيه عقاب العقوبات ما كانش ببقى موجودة اي من كابتن عصام فتاح اللي كان دايما بيساند حكامه بشكل مبالغ فيه وما كانش بيعرفهم اخطائهم وكان بيعني بيشجحهم على اختكاب الاخطاء بعدم اعترافه بالخطأ ده انت زي فل هغلط تاني وثالث وعشر وحفظة لاغلط ومش هتطور من نفسي ده لكن بيحصل اي من كابتن عصام فتاح لكن من الواضح ان في مرحلة كلاتن بيرج الامور هتتزبط بشكل كبيرج والمؤشرات كلها بتقول كده هتقول لي ازاي هقولك النهاردة تقدم السيد مراد المشرف على تقنية الفار في لجنة الحكام باستقالته بشكل رسمي ودي جزء هي مهمة تدل على ايه تدل على ان فيه فعلا تغيرات حقيقية هتحصل في لجنة الحكام في سبيل التطوير وبهدف تطوير حكامنا وبهدف تطوير منظومة التحكم في مصر فدي كلها مؤشرات ايجابية ممكن الناس بقى انا ساعد بيلاقي كده مثلا ناس تقول لك طب يعني احنا استفادنا هتعدلنا ماتش يعني لا ماتش خلص وعدة والاهلي خسر نقطتين وكل حاجة حصلت لكن في نفس الوقت في مكاسب تحققت بعد بيان النادي الاهلي وبعد طلباته المكاسب دي مش الاهلي بس لصالح الكرة المصرية كلها عشان نشوف مستوى تحكيم يليق بكرة القدم المصرية صاحبة التاريخ الكبير وبالدوري المصري من اقدم الدوريات في المنطقة فده مهم جد ودي حاجة احنا كنا نتمناها كمصريين مش باتكلم كأهلوية وانا واصل كل السقة ان بمختلف الانتماءات بمختلف الانتماءات وده من المفترض يعني ان اي حاجة من الاخبار اللي زي دي اللي بهدفها اللي تقول لك واخلي بالكم برضو عشان هنا فيه حاجة مهمة لازم نفرق ما بينها احنا مش بنشكك في نزاية حد ابدا انا على المستوى الشخصي عمري ما هشكك في نزاية حد ابدا مستحيل دي الاستقالة طبعا بتاعت السيد مراد المشرف على تقنية الفر السابق بلجنة الحكام عمري ما هشكك في نزاية حد ابدا لكن في نفس الوقت هتمنى وارغب دايما في التطوير اي حد عايز يشوف مستوى تحكيم افضل لحكامنا المصريين اكيد هيتابع بشكل كبير جدا التغييرات اللي بتحصل في اللجنة وبالتالي هيحس ان فيه خطوات بتتاخد بالمناسبة وارد الرجل كلاهتنبرجي داي يكون موفق وارد ما يكونش موفق هشقول معنا كده ان الدنيا هتنجح تبقى زي فل لكن ان شاء الله بإذن الله فيه مؤشرات وفيه عوامل وقرارات التوخذات بشكل رسمي زي النهار ده مثلا سواء بقى هي اقالة او استقالة هو واضح ان هي استقالة لكن المهم ان القطوات دي تنجح ونتمنى ان هي تحقق الهدف المنشود بتطوير منظومة التحكيم داخل مصر بعد عصر كان صعب جدا 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 على كل اندية الدوري المصري تقريبا حوالي 17 نادي من 18 قدموا شكاوي 17 نادي من 18 قدموا شكاوي اذا القرارات اللي بتحصل دي مردية لكل الاندية او معظم الاندية دي فده امر مهم جدا لصالح قرة القدم المصرية وطلبات النادي الاهلي الناس اللي تقول لك تقلم عنه كده كده الطلبات كانت مش عافية تتعامل اصل كده كده مش عافية سيدي اديك شايف الطلبات لحد النهار ده بتنفذ لحد النهار ده مش عشان الاهلي قوي بس ولا عشان اتحاد الكرة ضعيف ولا عشان كمين من ده لا عشان هو ده الصح عشان الأهلي كان عنده حق في طلباته عشان فعلا فيه أخطاء وكوارث في التحكم المصري فعشان تشوف مستوى حسن من كده كان لازم الخطوات دي تتاخد وما كانتش هتتاخد من خلال أي نادي تاني غير عن طريق نادي كبير وقوي زي نادي الأهلي برضو مش معنى كلامي إنها بقول اتحاد القرى ضعيف لأتحاد القرى حاجة تحسب له إنه شاف إن الأهلي عنده حق وبناء عليه خد خطوات التصحية فاصل ونرجع الواصل أهلا بحضراتكم مرة تانية أكيد النهاردة فيه أخبار كتير جدا انكتبت على النادي الأهلي في الصفحات المختلفة على السوشيال ميديا فبالتالي خليني نبتدي به تريند الأهلي وآخر الأخبار والتفاصيل تعالوا نروح سريعا نشوف إيه الدنيا ماشية إزاي نبتدي به يلا كورا حسابهم على تويتر واللي قاله عودة كريم فؤاد تشكيل أهلي متوقع لموارد مصر المقصة وما هنا بتوقعه تشكيل النادي الأهلي علي لطفي محمود من تولي رمي ربيع محمد عبد المنعم محمد أشرف كريم فؤاد علي وديانج محمد فخري مكسوني أو زياد طارق وصلاح محسن وحسام حسن نروح لخبر آخر برضو أعتقد في إطار الإحسائيات التي تتعلق بها هذه المباراة اليوم السابع مشوار الأهلي من المقصة في كاس مصر قبل مواجهة الليلة مشوار الفلئتين كان من خلال دور الاثنين وثائتين الأهلي قبل مصر بالسلوم وفاز بنتيجة واحد سفر وبعد كده مصر مقصة قبل بني عبيد وفاز بنتيجة اتنين سفر نروح لخبر آخر في الجول وحسابهم على تويتر بيقولك يكشف في الجول كواليس طلب الأهلي ضمن سلواتي بيرامدس إبراهيم عادل وقسامة جلال ومحمد حمدي طيب هنا نقف شوي لأن طبعا متفاهم جدا جدا الاجتهادات والأخبار اللي بتطلع وأكيد التلاتة لعبين مميزين قوي إبراهيم عادل لعب كويس قوي في الخط الأمامي أسامة جلال كذلك في الخط الخلفي لعب كويس جدا محمد حمدي كظاهير أيصر ربما الأهلي يكون بيدور على ظاهير أيصر لكن ربما ورده بعد تقلق محمد أشرف الدنيا تبقى فيها تفكير مختلف الله أعلم لكن المؤكد يا جماعة أن الأمور لم تحسن بعد بخصوص إنهاء بعض الصفقات هتقول لي إيه ده إحنا مش نشغلين وإحنا مش شايفين شغلنا كنادي ومش عارفين نجيب صفقاته كم من ده لا مش معنى كلامي كده خلص الناس شغلة الناس عارفة احتياجاتها كويس قوي وعارفة حتجيب مين كويس جدا بس برضو الدورة لسه مخلصش وترقبوا إعلان نادي الأهلي على صفقاته مع آخر أسبوع في شهر تمانية تحديدة مع آخر أسبوع في شهر تمانية ففي خطوة بتتاخد مش هأكد الأسماء دي لكن أكيد هي أسماء مميزة جدا ربما يكون فيه مفاوضات أو هيكون فيه مفاوضات ما بين الأهلي والسلاسي ده أو مع إدارة كيراملز أو مع أي إقدارة أخرى لأنه فيه أسماء تانية أكيد مطروحة على طاولة المسؤولين في النادي الأهلي وبالتحديد بالتنصيق مع المدير الفني ولجنة التخطيط وأيضا كابتل محمد الخطيب والكابتل حسام غالي في زل تواجد شركة الأهلي لكرة القدم فأنا أتمنى لهم التوفيق في حسم الصفقات المهم إن شاء الله بإذن لها هي تكون مؤثرة وإضافة ملحوظة للنادي الأهلي في الفترة اللي جاء إحنا ندخلين على تحديات كبيرة جدا ومبارات بشكل مكسف يعني هم هنا بيتكلموا على بعض التفاصيل مش هنخد في التفاصيل لكن في كل الأحوال محمد أشرف لسه بقول لكم إيه لسه كنت بقول الكلام ده بالضبط من دقيقتين محمد أشرف بصراحة العيد مباشر قوي هل معنى كده الأهلي مش هجيب باكلفت الله أعلم ده بقى اللي يحكم في حاجة زي كده الجهاز الفني والناس المسؤولين على الكرة في النادي ها يروحوا يقولوا احنا عايزين مثلا نجيب واحد باكلفت تاني مع محمد أشرف مثلا والناس الموجودة فحيروحوا مكلفين أمير توفيق يروح يخلص إنه هو مدير التعقودات مش محتاجين في زل تقلق محمد أشرف وتواجد يعني أهم اللاعي في قرية أفريقيا في المركز ذا اللي هو علي معلول وربما استمرار محمود وحيد وكلام من ده وفيه أي من أشرف في المناسبة بيجيد في المركز ده فدي رؤى ثنية تتعلق بالناس جوانادي لكن مؤكد إن أي حاج أو أي مركز الأهلي محتاجه ما تقلقش الناس أكيد عارفين هيجيبه مين وبأنهي شكل وبأنهي خطوات لكن موارد إن يتم تأجيل حاس ملف الزهير أيسر بعد تقلق محمد أشرف خلينا نشوف لأنه يستفي بعض المبرات سبق في بطولة كاس مصر أو حتى في بطولة الدول طيب كرة بلس أفشة يستعد لجراحة الفتاق وإحنا أو أنا كنت تكلمت في الجزئية دي في مناسبة من المناسبات أول إمبارح بالتحديد وقلت للناس آخر الأخبار تتعلق بأفشة في الحقيقة الأسبوع اللي جاي هيعمل جراحة الفتاق في البطن وهي دي تاني مرة يعملها المرة الأولى كانت في الجهة اليسرى من البطن المرة دي هتكون في الجهة اليوم وحتى الدكتور كان قال له من ثلاث سنين تقريبا لما عمل الجراحة دي قال له أنت بعد ثلاث سنين لازم هتعملها تاني وبالمناسبة يا جماعة برضه عشان الناس تبقى عارفة الفترة اللي فاتت أفشة كان بيلعب وهو متأثر بالفتاق ده مش بقول مبرر لا ده أفشة 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 لعيب كبير أفشة لعيب مميز جدا ومن الناس اللي عملوا مشوار محترم قوي قوي مع النادي الأهلي لكن برضه أكيد ليه عامل من العوامل هذه الجزئية فنتمنى له السلامة بإذن الله ويعود سريعا لأنه لعيب مهم وهو كده كده فترة راحة سلبية بعد الأجازة اللي خدها هو وزملائه بعد ضغط المباراة الكبير وقرار إدارة النادي الأهلي بالتنصيق مع الجهاز الفني الواطن سبورت بيتكلمه على كريم ندفد وأنه بيرفض الأهلي ويتمسك بالاستمرار في فيوتشر يعني بصوا أنا بشوف أن ما أعتقدش خالص الخبر ده ده لو الأهلي يعني عايز يرجع كريم ندفد بس في كل الأحوال يا جماعة برضه والمؤكد أن الأهلي بيحترم عقوده مع الأندين عقد كريم ندفد عقد أعارة لفريق فيوتشر كان موسم واحد وبعد كده امتد الموسمين بعدما الأهلي رغب في استعادة محمد عبد المنعم في منتصف هذا الموسم كان شرط فيوتشر أن ندفد يكمل سنة كمان معنا وتبقى الأعارة سنتين بدل سنة واحدة فالأهلي وافق على شرط ده بالتالي الأهلي هيحترم العقود لو رغب الأهلي حيتواصل لو رغب الأهلي في عقد كريم ندفد حيتواصل مع إدارة فيوتشر إدارة فيوتشر وافقت ما وافقتش ما فيش أي مشكلة خالص فالأمور بتمشي بالشكل ده لكن حيثة كريم يكون رافض يرجع الأهلي اللي يعني دي ما أعتقدش خالص يعني أكيد ممكن يكون مبسوط في فيوتشر بس مش معنا كده أنه هو مش عايز يرجع الأهلي لو الأهلي يحتاجه لا طبعا ده كلام مش حقيقي طلاقا يعني فدي كانت أخبار الأهلي في تريند الأهلي النهاردة خلينا نروح لفاصل بعدين كامل أهلا بحضراتكم مرة تانية تعالوا نشوف التريند المحلي وإيه أهمه آخر الأخبار ونبتدي باتحاد الكرة من خلال طبعا الوطن سبورت وأن النهاردة حيكون اتحاد الكرة بيعلن التشكيل النهائي ليه جهازي فيتوريا وميكالي أي أن كان من العناصر الوطنية أو العنصر الوطني أو المصري اللي هيكون موجودة في الجهاز المنتخب الأول والعناصر اللي هيكون موجودة في الجهاز المنتخب الأولمبي أنا في الحقيقة عايزة حيي اتحاد الكرة على الاختيارين تقول لي أنت بتحيي اتحاد الكرة الاتحاد الكرة ده عمل وسوى لا لما يعمل حاجة غلط حننتقد لكن لما بقى في خطوات صحيحة لا نشيد إيه مشكلة فالناس جابوا فيتوريا مداري الكبير قوي ما منفقش منتخابات قبل كده بس مباشر عاموا معاها ده 4 سنين فدي حاجة إيجابية حاجة كويسة خطوة جيدة جدا واللي بيثبت لك أنها جيدة وأن المؤشرات إيجابية أن الرجل شغوف قوي وراح زار الأهلي وراح زار الزمالك وابيرامدز واسموحة وفاركو ومش عارف مين ومين واللي اتحاد سكندري ويزور كل الأندية كل ده يبقى لك قدير رجل متحمس للشغل وعايز يعمل حاجة بيقول مكترحاته بخصوص الدوري بيقول لحاجات كتير جدا جدا فنتمنى له التوفيق نفس الحال بالنسبة للميكالي رجل جاي واحد جاب ذهبية أولمبياد قبل كده مع البرازيل وصل نهائي كياس علم للشباب يعني رجل عنده سيفي محترم برضو تمسك بعض الأندية في الخليج رجل عنده سيفي جيد وخبرات عظيمة فبالتالي دي برضو خطوة كويس أصلا أنا ما عنديش فلوس وما عنديش دولارات ولا قلت مش عافية والدولارات الحمد لله موجودة هي وإيه وجبنا اتنين أجانب بخلاف جبنا كلاتنبرج كمان فخدت بالأسباب وخطت القرارات الصحيحة التوفيق بقى من عدمه ده بتاع المولى عز وجل فأنا عايز أحييي اتحاد القرى أصلا على الاسمين دول تحديدا أين كان من اللي جاي يعني في الأجهزة الفنية اليوم بطولات على التويتر قاله محمد بركاضي يعقد اجتماعا مع ميكالي الوضع خريطة الفترة المجبلة ميشي اللي بعده نخش على المصر الرياضي ميكالي فضلت تدريب منتخب مصر على منتخبات كبيرة واكتشفت هؤلاء النجوم البرازيليين والرجل كان عنده حوار جيد بيوصف من خلاله يعني مدى حرصه على تولي تدريب منتخب مصر الأولمبي ونكلم عن طموحاته مع المنتخب وأمور عديدة نتمنى له رب كل التوفيق نروح كمال ليه يلا كرة وعضو ربطة الأندية اللي هو السيد شريف صالح قال إيه سنعرض على الأندية تغيير شكل الدوري النقطة دي مهمة بالمناسبة ومن بين المقترحات أن تكون المسابقة من دور واحد ثم تلعب أو تلعب الفرق الثمانية الأولى ضد بعضها وتتنافس الفرق العشرة الأخيرة مع بعضها هذا سيقلص عدد المباريات من 34 إلى 26 لكل فريق السنة الفاتي كان فيه مقترحات زي دي بالمناسبة بس الأندية رفضت وبالتالي كان موسم صعب على كل الأندية بالتحديد النادي الأهلي هل السنة دي الأندية هتوافق على مقترحات زي دي ولا لا ده اللي خلينا نتركبه ونشوفه خلال الأيام القادمة نروح لبطولات وحسنهم على تويتر لو بيتكلموا على أن كلاتنبرج يوجه ملاحظات سلبية في اجتماعه مع لجنة الحكام إحنا بالمناسبة تكلمنا في الجزئية دي مبارح هنا أعتقد مبارح هوا تكلمنا هنا في الموضوع ده وأن كلاتنبرج كان عنده تعليقات كتير جدا على لجنة الحكام وحتى لو تفتكروا قلنا لحضراتكم من الرجل بالتحديد تكلم على التواصل اللي بيحصل ما بين حكم الساحة وحكم الفار وأن فيه مشاكل كتير جدا في التواصل ده وفيه عدم إلمان ببروتوكول الفار ببروتوكول الفار والله كنت هقول راح ببروتوكول ماشي فالراجل عنده بعض الملاحظات أكيد أكيد عايز يطور أكيد عايز يصحح أخطاء فنتمنى له يا رب كل التوفيق يعني اتكلم كمان على الحلقة البدنية للحكام وقال إن فيه زيادة ملحوظة في وزن معظمهم زيادة مقوة دي حقيقة صراحة لازم الحكم زيه زي اللعيب نحن نشوف حكام الدولة الإنجليزية جماعة أكسن بالله نفيش حاجة أحسن من كده اللي يقيت ماشاء الله عليهم يعني عشان فيه مطش يتلعب دلوقتي في الدولة الإنجليزية اللي يقيت الحكم ويع مطش تشيلسي وتوتنون ماشاء الله عليهم حتى كلاتنبرجي في السورة زي ما حركم شايفين كده بص كان خاسس وهو حكم دولي رجل كان للاقة عالية فإحنا نفسنا حكامنا في مصر وإحنا عندنا قدرات في النية كويس نفسنا يبقوا زي مين زي الحكام في إنجلترا وفي الدوليات الأوروبية وحاجة تفرح فإن شاء الله يمشوا بالطريقة دي الثقافة عندنا هنا ثقافة حكامنا تتغير بخصوص إزاي نبقى رائق بدنية بقى شكل كويس وأنا في الملعب القصدي من ناحية من ناحية اليقى البدنية من ناحية الوزن كل الكلام دي والملاحظات التي تكلم فيها كلاتنبرج فنتمنى له يا رب بكل التوفيق في مشوار حيكون صعب وقوي جدا جدا ومحتاج مجهود شق عشان يطور من أداء حكام المصرين بإذن الله تعالى دعي نروح للجانب العالمي وأهم أبرز الأخبار طبعا كل أكيد بيتكلم على بعض المباريات في الدور الإنجليزي مباريات قوية جدا نبتدي بحساب أوبت للإحصايات واللي بيتكلم من خلال تويتر بيقول أن سجل كيفين دي بروين وصنع التمرير الحاسمة للمرة العشرين في مباراة بالدور الإنجليزي الممتاز ولم يفعل ذلك سوا مين مفيش غيره محمد صلاح ربنا يحمي 24 مرة ساهم في هدف وصنع في نفس المباراة 24 مباراة وصنع يوم من 21 مرة يجي في المرتبة الثالثة كيفين دي بروين 20 طيب نروح لخبر آخر أول اللي بيدرب الأرقام وكياسية كلها ونجمنا لمصر محمد صلاح ما شاء الله نتمنى له يا رب الاستمرار طبعاً اللي بيحصل في منشستر رينايتد ده حاجة غريبة منشستر رينايتد ما فيش أسوأ من كده أداء ما فيش أسوأ من كده روح ما فيش أسوأ من كده كل حاجة الناس كانت مستبشرة في البري سيزون بالمطشاط منشستر رينايتد كسبو ليفر بول 4-0 قال لك إيه ده منشستر رينايتد مع إيريك تينهاج بيرجع منشستر رينايتد حنشوف موسم جميل جداً السنة دي لكن الناس اتصدمت مطشين خسارة في الأولد ترافولد 2-1 وخسارة مبارح بنتيجة 4-0 أمام برينتفورد في ملعب برينتفورد فصدمة للجميع 4-0 في أول 32-34 30 دي حاجة كده بقية المطش كان خلاص بعد الدنيا خلصت فخلينا ناخد الخبر ده من خلال إيه حساب ديلي ميل على تويتر ونشر تصريحات لإيريك تينهاج المدير الفني المانشستر رينايتد اللي قال على تويتر أن لعبي منشستر رينايتد قلقوا بخطتي إلى سلة المهملات أنتوا تخيلين مدى قوة التصريح أننا يعني كمدير الفني اديتهم تعليمات وديتهم خطة تصريح قوي جدا وإن دال يدل على أن فيه تغيير شامل لازم يحصل في فرقة منشستر رينايتد شامل بالمنظر ده فخلينا نشوف الواحد ممكن يكون زعلان شوية على منشستر رينايتد لأن أنا بشجع منشستر رينايتد من زمان قاضل وقت متعاطف جدا مع ليفر بول عشان صرح جدا جدا بصرح كإني مشجع ليفر بول لكن منشستر رينايتد شوفنا العصر الزهبي بتاعها الآن العالمية على تويتر بيقولوا التنهاج أول مدرب خلال مئة عام لمنشستر رينايتد يخسر أول جولتين بالدورة ينجليزي رجل دخل التاريخ بس من الباب الدايق وغصبا عنه غصبا عنه حيعمل ايه وبيحاول يعمل كل حاجة لكان فيهش استجابة يعني من لعبي منشستر رينايتد خلينا نشوف تفاعل حضراتكم على سؤال الحلقة وتوقعاتكم لتشكيل النقدي الأهل لمبارات اليوم أمام المقاصة نبتدي بسعيد صالح والقال علي لطفي في حراس المرمى خط الدفاع متولي ربيع عبد المنعم في نص المعلى محمد أشرف ديانج محمد محمود كريم فؤاد قدام لويس مكسوني صلاح محسن وزياد طار نروح كمان لمؤمن محمود قال 3-0 الأهل إن شاء الله هنا بيتوقع النتيجة إن شاء الله بإذن الله نروح ناخد يوسف حمدي قال علي لطفي محمد أشرف رامي عبد المنعم كريم فؤاد قليو ديانج متولي مكسوني محمد محمود زياد طارق حسام حسن نروح كمان لعمر منصور خليل إن شاء الله فوز الأهلي 2-0 يا مساء نروح لتعليق آخر من خلال زياد عمر واللي قال لطفي أحمد أشرف قصده محمد أشرف ورامي ربيعة متولي وكريم فؤاد في نصر مع عبد يانج فخري محمد محمود برشيتا وحسام حسن زياد طارق بالتوفيق إن شاء الله يا مساهل بإذن الله يكون توفيق حليف النادي الأهلي أحمد خالد ألي علي لطفي وربيعة عبد المنعم متولي كريم فؤاد أليو ديانج محمد محمود محمد أشرف زياد طارق سيد غريب صلاح محسن إن شاء الله الأهلي هيفوز 3-0 التوفيق للنادي الأهلي بإذن الله دي كانت بعض من تعليقات حضراتكم وتوقعاتكم لتشكيلة مباراة الأهلي النهاردة بالتحديد للفريق وأيضا للنتيجة إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة بإذن الله الأهلي يقدر يفوز ويوصل لدور ربع النهائي من طولة كاس مصر ليس لدينا ألا مزيد وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج فاستنونا إلى اللقاء شكرا